الاهتمام من ملف النازحين من الملفات اللي وضعتها حكومة الخدمات نصب أعينها ووضعت أيضا في الحسبان أن لا يتم إغلاق مخيمات النازحين إلا بعد إنهاء الخطوات التدقيقية اللي تثبت صحة الانتماء إلى الأسر النازحة فقط دون وجود إيواء للإرهابيين خلونا مشاهدي أحب نفتح هذا الموضوع لكن بعد أن نشاهد تقرير الزمينة وهي الشماري بعد عدة سنوات من هزيمة داعش والتركة الثقيلة التي خلفها بنزوح الكثير من الأسر العراقية من مناطق سكنهما على إثر الخراب والدمار الذي أحدثها ملف النازحين معلق في زمن حكومة تصريف الأعمال ولم يتلقى اهتماما أما اليوم تتوجه حكومة الخدمات لوضع برنامج متكامل بكيفية رسم الخطاط التي تسهم بتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة من قبضة داعش بعد التأكد بخلو صفوفهم من الإرهاب وفي وقت سابق أجريت العديد من الزيارات التفقدية إلى مخيمات النازحين بغية الإطلاع على واقعهم وتقديم المعونة لهم إلى حين تهيئة السكن المناسب والإفراج عنهم بعيدا عن المخيمات والصحاري التي عكفوا فيها طوال هذه السنوات بالوقت الذي صرحت فيه وزارة الهجرة بإغلاق أكثر من خمسين مخيمان للنازحين خلال المدة الماضية وما زال العمل جار لإنهاء هذا الملاف ومعونة الأسر التي هجرت عنوة بسبب الأوضاع الأمنية أنذاك وبالجانب الآخر يذكر خبراء أمنيون أن مخيمات النازحين ربما تشكل خطرا أمنيا بتواجد الإرهابيين بين صفوف الأسر العراقية النازحة وبالتالي ضرورة الإسراع بإخلاء مخيمات النازحين وعودتهم إلى ديارهم بعد التدقيق ورفع القيود الأمنية عنهم لتفادي خطر عودة الإرهاب وذلك ضمن خطط مدروسة وصحيحة لإبعاد الضرر عن النازحين في حال لم يتم تهيئة السكن المناسب وتوفير المتطلبات الضرورية للعيش في تلك المناطق نهي الشمري الأيام الفضائية حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف أرحب بي ضيفي الكريمين السيد علي الزبيد عضو التحالف الفتح حياك الله صاد علي ضيفا كريما وكذلك أرحب بي ضيفي الكريم الخبير والأمن السيد مخلط حازم حياكم الله ضيوف الكرام السيد علي نبدأ مع حضرتك وزارة الإجراء والمهجرين باعتبارها المعنية بهذا الملف أعلنت إغلاق عشرات المخيمات للنازحين وأشارت إلى وجود تجاوب كبير من الأطفال النازحين ضمن برنامج الاندماج المجتمعي وكذلك من الأسر النازحة في تلك المخيمات وعودتهم إلى مناطق سكناهم هذا المؤشر في أي خانة أضع حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله أستاذ أحمد وحيا الله ضيفك الكريم أستاذ مخلط وحيا الله جميع مشاهديكم وكادر القناة الحقيقة ملف النازحين ملف شاعك وملف مؤلم إن صح التعبير ملف بدأ في العراق منذ بدأ الكوارث من تنظيم القاعدة وحتى بعد وضع داعش الحقيقة تلوعت معسكرات اللاجئين في العراق وسوريا هذه المعسكرات الحقيقة هي فيها تهديد للأمن المجتمعي وأمن الطفولة وأمن الأسرة بشكل عام معظم الأسرة اللاجئة هي فقدت يعني عميد الأسرة أو راعي الأسرة أو رب الأسرة وكانت هذه الأسرة من دون رب ومن دون أب ومن دون والي إلها المهم هذا الملف ملف شاعك وملف الحقيقة عندما نتناوله في الإعلام بكلمات لا تفي حقه الملف النازحين هو ملف يحتوي على كثير من المضاعفات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهؤلاء اللاجئين في الوقت الحالي ما يزيد عن ربع مليون لاجئ في مخيمات كردستان وكانت في المناطق الغربية وفي المناطق الأخرى لكن الحمد لله معظم هذه المعسكرات أغلقت وعادت الأسر إلى بيوتها لكن حتى لما عادت هذه الأسر حقيقة لم تعود إلى بيوت مبنية وكاملة عادت إلى بيوت مهدمة وإلى مصير مجهول بحيث كان يمكن بعض الأسر كانت تفضل أن تبقى في المخيمات بدل أن تعود إلى مكان بلا مأوى وبلا معين هذه الكارثة الإنسانية وهذه المشكلة الإنسانية اتضافرت عليها جهود داخلية وجهود خارجية من الممتحدة ومن الحكومات المحلية على تخفيف وطأة اللاجئين لكن الحقيقة يعني مرت هذه المشكلة ببعض السياسيين وبعض الساسة اللصوص الذين سرقوا أموالها إلى اللاجئين وبنوا بها ذلل في لبنان وفي بعض الدول الجوار وانا أعرف رئيس لجنة غاضة اللاجئين في المناطق الغربية الحقيقة هذا الرجل كان يشتري كل شقة في بيروت بثمانة مليون تسعة مليون عشر مليون دولار للأسف هذه الأموال كانت مخصصة للاجئين ولكن ولي عليهم بعض الساسة الفاسدين وبحيث أكلوا حقهم وبقية هذه الأسرة تعاني الأمرين في مخيمات اللجوء نعم طيب أستاذ مخلط جلد الترحابي بحضرتك يعني كل هذه المعانات اللي أوضحها سيد الزبيدي كانت الإشكالية وأس هذه المشكلة هو وجود الإرهابيين وسط هذه العوائل والقيد الأمني والتدقيق الأمني بالتالي هذا الهاجس كيف استطاعت الحكومة أن تبدده ويتمكن هؤلاء الآمنون النساء الأطفاد العوائل الكريمة من عودتهم إلى مناطق سكنهم ولكن بخلوهم ممن كان منتمي لصفوف داعش بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد أحمد وتحية لأستاذ علي وتحية للمشاهدين قناة الأيام يعني بالتأكيد اليوم ملف النازحين هو واحد من أهم وأخطر الملفات التي تواجه الحكومة الجديدة هذا الملف الذي طال أمد البقاء فيه لمدة ثمان سنوات بدون اتخاذ إجراءات حقيقية ناجعة ممكن أن يتخذوها الوزراء مع ملف النازحين وزارة الهجرة والمهجرين دائماً ما كانت تصرح أن هناك أسباب وعوائق تمنع من عودة هذه النازحين بعضها سياسية بعضها عشائرية بعضها عدم يعني إصلاح المناطق المتضررة وبالتالي عدم إمكانية عودة هؤلاء النازحين علينا أن نفرق أن مخيمات اللاجئين اليوم الرسمية والواضحة للعيان هي قد دققت أمنياً بالكامل هناك مخيمات أتوا بنازحين من مخيم الهول هذا الخطر الذي نتكلم عنه أما باقي مخيمات النازحين على طوال سنوات كانت تحت سيطرة الحكومة كان هناك أجهزة أمنية تتعقب وتدقق في ملفات هؤلاء النازحين اليوم هذه الملفات قد اكتملت فيما يخص النازحين ينتظرون فقط الآلية التي ممكن من خلالها يعادتهم إلى مناطق سكنهم الملف الأخطر هو ملف العائدين من مخيم الهول فترة البقاء الذين بقوا في هذا المخيم أكيد كانت ولادة جيل جديد من عصابات داعش وهم الأولاد أو الأحفاد أو غيرهم أو النساء فبالتالي تركزت في أذهانهم أفكار أيديولوجية قد تكون أكثر خطورة من ما كانوا يحملونهم عصابات داعش بالتالي هؤلاء الذي يجب العمل عليهم حقيقة هؤلاء يجب أن يخضعوهم إلى دورات في مجال حقوق الإنسان في مجال كيفية الدمجهم في المجتمع كيفية التعامل معهم الأكثرية ليس لديهم حتى سجلات في الحوال الشخصية العراقية هذا الخطر الذي نتكلم عليه هذه المخيمات التي يجب أن تذهب الحكومة باتجاه معالجتها حقيقيا أما المخيمات الأخرى المتواجدة في إقليم كردستان والتي هي تعتبر مخيمات رسمية فالأمور جاهزة ومهيئة إلى إعادتهم لكن الآلية التي يتم إعادتهم بها إلى مناطقهم هي اليوم تواجه الصعوبات كبيرة إضافة إلى ذلك اليوم يوجد أيضا مخيمات غير رسمية يعني مخيمات في مناطق في إقليم كردستان هي غير رسمية هي غير خاضعة للتدقيق الأمني أو غير خاضعة إلى سيطرة وزارة الهجرة والمهجرين بالتالي هناك منظمات تعمل اليوم على تغذية هذه المخيمات لكن بالرغم كل هذا هم يعانون من ظروف صعبة قاسية سواء في الشتاء أو سواء في الصيف الخيم دائما ما كانت تترهل وبالتالي كثير منهم تعرضوا إلى حالات من المرض حالات من البؤس هذا الحكومة يعني حقيقة يجب أن تعطي اهتماما يعني عالي المستوى في موضوع النازحين لأن بقاء ملف النازحين هو قائم هذا أكيد يعني لن يعطي إيجابية استقرار هذه الحكومة أو الحكومات القادمة طيب أستاذ علي يعني لما يتحدث سيد حازم سيد مخلد حازم عن هذا الموضوع ذكر موضوعة الهول السوري وبالتالي عندما نقلت هذه العوائل من الهول السوري إلى الجدعة كان هناك تمحيص وتدقيق أمني كبير ونأخذ الفرق بين الحكومتين يعني بصراح حكومة الكاظمي وحكومة السوداني الثابت في هذا الملف وزيرة الهجرة والمهجرين في ذات الحكومتين نفسها لكنه في حكومة الكاظم يبدو أن السياسة لم تكن متوجهة نحو حل هذه المشكلة وبالتالي اليوم الوزيرة لأول مرة في وزارتها الثانية تزور هذه المخيمات الجدعة خمسة وجدعة واحد وعلنت مسؤولية الوزارة عن هذين المخيمين وفرز هذه العوائل تدقيق الأمني كل هذه الإجراءات هنا شونا تقيم الأداء الحكومي كبرنامج وكسياسة حكومة في المقدمة أستاذ أحمد هؤلاء اللاجئين أو هؤلاء النازحين الذين أتوا من خارج العراق وحتى بعضهم من داخل العراق الذين الحقيقة اقترنوا بزوجات من الدواعش أو من الأوروبيين هؤلاء قنابل موقوطة في المجتمع كما بين الأستاذ مخلط حول جنسيات هؤلاء بعضهم غير عراقيين وبعضهم الحقيقة أتوا من خارج الحدود وحتى من أوروبا نساء هناك يعني اليوم أنا كنت قبل كم يوم في مستشفى العيون أتوا بنساء من الدواعش وهن ليسوا عراقيات وليسوا عربيات هؤلاء الحقيقة إذا أردنا أن نتكلم حول التدقيق الأمني والتدقيق في اتجاهاتهم هؤلاء لديهم أولاد أولادهم تربوا على الفكر الداعشي وفكر المتطرف هؤلاء قنابل موقوطة في المجتمع غدا أسمح الأستاذ علي خلي نناقش هاي الجزئية يعني نتركز نتكد عليها وأيضا أستاذ مخلط ذا أسمح الأستاذ مخلط نص عليها حضية أطفال أطفال هذه المخيمات لما يكون قد تربوا على مبادئ وأسس من داعش وحتى بالرياضيات والمناهج عب وزاد عبوة وغيرها هنا راح نقصيهم ونستبعدهم لون نعيدهم إعادة تأهيل في الحاضنة العراقية وفق برامج تأهيلية معدة من قبل جهات متخصصة نعم فهنا أنا أود القول أنه يجب أن ترسل لهم لجان الحقيقة لجان إعادة تقييم لهؤلاء الأجين قبل خروجهم من المخيمات أو من مخيمات النزوح الحكومة عليها أن تتوجه لهم بربما حتى معالجين نفسيين مرشدين مصلحين علماء علماء نفس يعني يجب دراسة هؤلاء الناس دراسة مستفيضة لكي نعلم أن هؤلاء فعلا شوفوا من هذا لأنه أنت تعلم أستاذ أحمد ويعلم المشاهد الكريم أن تغيير تفكير الإنسان وعيدولوجية الإنسان صعبة جدا أن الإنسان يتربى على فكر معين فعلى الحكومة وعلى أن تعالج هذا الملف معالجة أساسية ولتبتعد عن طرح هؤلاء الناس في المجتمع وهم كما أسلفت قنابل موقوتة ممكن أنه يعني يسهل استدراجهم إلى أي حركة متطرفة في المستقبل فأنا أؤكد مرة أخرى على الحكومة أن تركز في مسألة إصلاح هؤلاء الجيل هؤلاء الشباب الذين يعني بعد عشر سنوات أو بعد ثمان سنوات من انتهاء الفكر الداعشي حقيقة هؤلاء ما زالوا يعيشون في المخيمات بالفكر الداعشي لأن الأم داعشية والأبكان داعشي والأسرة داعشية فأعتقد أن هؤلاء كانوا في إهمال تام وخروجهم بهذه الكيفية حقيقة هو خطر عن المجتمع العراقي أستاذ مقلد هنا أنا أيضا نتحدث عن آلية معينة لما تكون هناك فرق ومتخصصين كما يشير سيد الزبيدي هذا الموضوع صار يعني أحد علمنا كمتابعة علامية مستشارية الأمن القومي عدد فرق متخصصة بالعمليات النفسية وبالتالي كان عند التواصل مع هذه العوائل والحديث أو دراسة هذه الحالات اللي هناك يعني هواي سيدات يقول لك احنا قاعدين في أطراف أو قرى نائية وصبح الصباح شفنا داعش يسوقنا إلى سوريا فبالتالي احنا يعني منصاعين وصحيح الأطفال أكوتنشئ اجتماعي أصبحت خطأ بل هل أن الأقصاء هنا راح يتوجب أنه هاي الفئة نقصيهم لو نعيد تنظيمهم ونعيد تأهيلهم وتمكينهم ودماجهم بالمجتمع ولكن دون دخول الإرهابيين يعني من لديه قيد أمني ومؤشر أمني هذا بحث آخر في سبيل حتى ننهي هذا الملف الشائك والمعقد أكيد يعني من الصعوبة يعني الحكم على هؤلاء بهذه القسوة يعني الاعتبار أنهم هؤلاء هم دواعش لأن مثل ما تفضل الكثير من هذه العوائل نعم لحظة تواجد داعش في هذه المناطق خاصة في مناطق نينوى وسهنينوى والمناطق يعني في سنجار رأينا كيف تم يعني اقتياد اليزيديات وغيرهم وتم اقتيادهم إلى سوريا وكيف تم بيعهم في سوق النخاص يعني الكثير من الأمور نعم حدثت وبالتالي حتى الجانب العراقي ومستشارية الأمن القومي عندما تدخلت في هذا الموضوع عند جلبهم من مخيم الهول تم التدقيق الأمن عليهم يعني إلى حد معين بأن هؤلاء هم عراقيون فعلا يعني وليسوا يعني من جهات أو من جنسيات أخرى بالتالي كانت هذه أولية التدقيق على أنهم فعلا عراقيون من خلال الأمهات من خلال الآباء إن كانوا متواجدين من خلال يعني لأن مخيم الهول هو عبارة عن مجموعات وعبارة عن أقطاعيات وعبارة عن أقسام بالتالي هذا القسم العراقي وهذا القسم العربي وهذا القسم الأجنبي بالتالي أتوا من القسم العراقي ونزيجة التدقيق ونزيجة المعلومات ونزيجة ما حصلوا عليه من قبل المسؤولين عن مخيم الهول أتوا بهؤلاء بالتالي أكيد نرى أن هناك اليوم سعي باتجاه أن ينزعوا هذا الفكر من أقول هؤلاء الذين عاشوا فترة مظلمة ممكن أن تكون نعم ظلموا لأن داعش كان يجبر الناس إلى أن يذهبوا معه أو يقتلوا فبالتالي الكثير من العوائل نعم يعني أجبروا إلى أنه ذهبوا إلى مبايعتهم ذهبوا إلى وهناك ناس متشددين نعم كانوا يعني مع داعش وهؤلاء أكيد اليوم هناك يعني ضمن التدقيق الأمني هناك أسماء لدى الجهاز الأمني حول من هؤلاء ومصير هؤلاء فالذي قتل قتل والذي حكم حكم حتى من مخيم الهول هناك قبل فترة أتوا بمجموعة هؤلاء هم إرهابيون مطلوبون للقضاء العراقي بالتالي بالتنسيق مع مخيم الهول أتوا بمجموعة من خلال جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني أتوا بمجموعة وقدموهم إلى القضاء فورا وبالتالي يتم محاكمتهم ويداعهم التوقيف على قدر إثبات الجرم الذي ارتكبوه بالتالي نعم نحتاج إلى أن يتم دمج هؤلاء الأولاد هؤلاء النساء في المجتمع من خلال الإمكانية المتوفرة حاليا نحن نتكلم عن إمكانية جهاز الأمن الوطني يعني عندما يتكلم عن خطط نفسية أنا أرى أنه في العراق بالتحديد يعني ليس لدينا أطباء نفسيين أو خبراء نفسيين في عملية إدارة الفكر وفلسفة الفكر وكيف يتم التعامل يعني حقيقة لم نرى في العراق هكذا إمكانيات يعني حتى لو استعان العراق بخبراء من هذا النوع من دول أخرى في نهاية المطاف المصابة الذي نحن نبحث عنه هو أن نخرج بنتيجة إيجابية لأن هؤلاء نعم قد شفوا من هذا المرض الذي كانوا يعيشونه وهم وجدوا نفسهم قد دمجوا في المجتمع قد أخرجت لهم هويات أو بطاقات عراقية وجنسيات عراقية جنسية عراقية بالتالي شيئا فشيئا نرى أنه سوف يستشفى لكن يجب على الحكومة العراقية والجهاز الأمن العراقي أن يكون بمتابعة جدية وليس بمتابعة قمعية على هؤلاء على اعتبار أن هؤلاء كانوا ضمن فترات من تنظيم داعش لأنك مثل ما تفضلت نعم الكثير منهم قد يكون قد ظلموا وذهبوا يعني ليس طواحية طيب صد علي الأمر يعني معقد جدا بدليل أنه حتى بعض البلدان الأوروبية وغيرها اللي عندهم منتمين لداعش لما تخاطبهم الحكومة وتقولهم أخذوا هذولا اللي انتموا لداعش وكذا ما عندهم برامج أقصد أطفال وعوائل داعش وليس داعش ما عندهم برامج تأهيل ترفض هذه الدول إدخال هذه القنبلة الموقوة اللي أسميت حضرتك إلى بلدانهم لأنهم ما يمتلكون برامج للتأهيل المسألة لم تكن بالشيء اليسير ولكن إجراءات حتى لا تظلم العوائل اللي وجدت نفسها تحت سطوة داعش وذهبت إلى الهول السوري ومن ثم يطالبون بعودتهم وعادت عندنا تسعمئة ألف عائلة عادت إلى العراق ومن ثم عادوا إلى مناطقهم بالحوالي ستمئة ألف عائلة فإذن الإنجاز وصل خمسة وسبعين بالمئة ولكن نتحدث عن المخيمات نتحدث عن نساء وأطفال بغض النظر هل سمعرف من اللي مذنب ومن هو البريء نحن في فصل الشتاء إيصال التدفئة وسائل مشتقات النفط وغيرها من هذه المسائل المخيمات وطريقة علاجها هذا من المسؤول عنها وشن ذنبهم الناس الأبرياء يأخذون بجريرة هؤلاء الذين عاتوا في الأرض فسادة الحقيقة جواب على سؤالكم في شقين الشق الأول استاذ حمدت تعرف أنا كنت عايش في أوروبا سابقا قبل 2014 الحقيقة أنه من يعلم كيف جمعوا هؤلاء من أوروبا المخابرات الأوروبية للتحاد الأوروبي تغلغلت في صفوف المتطرفين ودفعت لهم رواتب وأموال لكي تتخلص منهم اعتبرت هؤلاء نفايات أوروبا اعتبرتهم هؤلاء نفايات ويجب حرقه فأفضل مكان لحرقهم تعرف أنه إذا يزجن في أوروبا أو يحاكم هذا مكلف للدولة والحقيقة جمعيات حقوق الإنسان هناك تعمل ويمكن أن تسقط حكومة إذا اعتدي على شخص معين ومعظم هؤلاء بعضهم حتى هم من جنسيات أوروبية أو بعضهم متنجنسة بالجنسية الأوروبية أو واعتنق الفكر الداعشي الفكر المتطرف الفكر الوهابي أو غيرها فالمخابرات الأوروبية اخترقت هؤلاء ودخلت في صفوفهم وجمعتهم وبعثتهم إلى تركيا أو إلى سوريا في ذلك الوقت وتخلصت منهم وهي لا تقبلهم نهائيا سواء كانوا بعائلة أو بدون عائلة يمكن قبلت بعض النساء وكانوا تحت المراقبة الجواب الآخر الذي أود أن طرحه إلى حضرتك أن بعد انتهاء داعش تبين أن هناك ولادات كثيرة ليس لهم أب معروف يعني هذه مشكلة واجهة المحافظات سواء في الغربية أو في الموصيل أو في الديالة أو في المحافظات التي كان داعش فيها وجدوا ناس هذا جهاد النكاح لعنت الله عليهم وجدوا أن هؤلاء ليس لهم أب معروف فهذه واجهة دائرة الأحوال المدنية في تلك المحافظات واجهة مشكلة وطرحت أكثر مرة بالإعلام فهذه المسألة الحقيقة أيضا بحاجة إلى معالجة وإلى وضع هؤلاء ضمن أسر لعله يتغيرون نحو الأفضل مسألة أنه الدواعش يتغيرون بسهولة أنا أشك في ذلك لأنه من خلال معاشرتنا لهم وخلال معرفتنا بهم ورقاءاتنا الصحفية كنا نجريها معهم الحقيقة تغيرهم بسهولة مسألة غير ممكنة إلا أن يتم هداية من رب العالمين وهؤلاء تقطع عنهم الإمدادات والفكر هذا يتحول إلى فكر طبيعي وإلى فكر مسلم ومسالم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه فتغير هؤلاء الحقيقة مسألة ليست بالهينة مسألة صعبة جدا وعلى الباحثين والعلماء والمفكرين والأطباء النفسانيين والمصلحين أن تتضافر الجهود مع الإعلام الموجه على هؤلاء أن يصنعوا منهم وناس طبيعيين يعودون إلى المجتمع الحقيقة هذه باختصار هذا الأمر والأمر مهما نتكلم عنه هو أوسع مما نفكر نحن أيضا أعداد المتواجدين في مخيمات كردستان أستاذ المخلد سبع وثلاثين ألف عائلة في مخيمات الأقليم إضافة إلى مخيم الجدع في الموصل هنانا راح أتحدث أيضا عن الخطط اللي ممكن أن يتخذها أو تتخذها حكومة الأقليم هل من المفروض أن تكون بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية؟ وهنا نتحدث عن هذا الهاجس الأمني وعدم عودة دخول الإرهابيين مع هذه العوائل شو راح يتم التنسيق بين المركز والأقليم برأيك حول هذا الموضوع؟ يعني حسب المعلومات المتوافر لدينا أن هناك تنسيق وخصوصا لمزارة الهجرة والمهجرين هي قد اتخذت على عاتقها التنسيق مع أقليم كردستان فيما يخص مخيمات النزوح وهي كفية تم الدعم العدد الذي ذكرته نعم صحيح هو 28 مخيم العدد أكثر من 34 ألف نازح فيها حسب المعلومات التي حصلنا عليها من دائرة الهجرة والمهجرين أنه تم التدقيق الأمني بالكامل لهذه المخيمات الـ 28 عدى مخيمات الجدعة والتي يتوافد إليها النازحون من مخيم الهول بالتالي هؤلاء العوائق التي تمنع من عودتهم إلى مناطقهم مثل ما تكلمت هناك بعض الأحيان عوائق سياسية هناك عوائق عشائرية هناك عوائق في إصلاح المدن أو إصلاح الدور السكن التي كانت تأويهم بالتالي هذا السبب الرئيسي لبقاءهم في مخيمات النازحين لحد هذه الفترة أشكرك وشكرا جزيلا سيد مخلط حازم الخبير الأمني أثرت الحوار في هذا الملف وتتفضل بقاء معي الأساد عليها الزبيدي لنتحدث عن الملف الآخر مشاهدي الأحبة نتابع بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة وجد الترحابي بضيفي الكريم أساد علي الزبيدي عضو تحالف الفتح حياك الله أستاذ علي وأرحب أيضا بضيفي الكريم أسيد سعيد ياسين عضو مجلس مكافحة الفساد الأسبق حياك الله أستاذ سعيد خلينا نبدأ مع حضرتك أستاذ سعيد نجد تقصي الحقائق البرلمانية أكملت تقريرها بما يقص سرقة الأمانات الضريبية وخاتمة هذه الجهود 37 اجتماع و33 استضافة لشخصيات مختلفة من خلال متابعة حضرتك جدوى هذه الاجتماعات بسم الله الرحمن الرحيم تحييلك سيد الكريم وضيفك الكريم ولجمهور الأيام الحقيقة لحدنا تسريبات قليلة وضيقة المجال حول هذا الملف ابتداء هذه أول مرة أشعر بأن هذا الملف بشكل مهني تم تناوله في مجلس النواب لأن اجتماعات بدون تسريب أي معلومة لحين ما يتم عرض التقرير على مجلس النواب بشكل عام ولكن من خلال المتابعة من أهل الاختصاص نرى هناك استدعاء واستضافة الكثير من المسؤولين في هذا الباب من هيئة النزاها مدرع عامين في هيئة النزاها سابقين وحاليين من وزارة المالية من كافة مؤسساتها من الضريبة من مصرف الرافدين عموماً المؤسسات من القمارك المؤسسات ذات العلاقة بهذا الملف وأنا أعتبر هذا في المؤشر وننتظر نشر التقرير بشكل كامل وبعد متابع مناقشته في مجلس النواب أتمنى أن يبقى هذا الملف ملف فني مهني أفضل ما أن يصير عرض أوراق واستمارات ما شابه في الإعلام ولكن بدون نتيجة حقيقة نحتاج إلى معلومة دقيقة من أهل الشأن وهي هذه مهمتهم ونتمنى أن تصفر ملف الفساد ولنبدأ صفحة جديدة وتسترد الأموال تطوعاً مع خطوات تجيعية إضافة إلى مستقبل وضع قيود قاسية جداً على إدارة الوظيفة العامة خصوصاً الوظائف الأكثر عرضة للفساد وهذه مهمة يعني ليست سهلة كذلك كمجتمع وكإعلام نحتاج إلى قانون حق الإطلاع على المعلومات حتى يكون الأداء بشكل عام أداء شفاف ونتداول المعلومة الدقيقة وحتى لا تتحول تداول المعلومات إلى مجرد شائعات ومبتورة النتائج حسب الإعلام أيضاً نتناول المعلومات ونتداولها وما نذهب إلى الشائعات يعني واحدة من الاستنتاجات التي خرجت فيها اللجنة أو أستاذ علي أن مكتب رئيس الوزراء السابق اتدخل بشكل مباشر بالاتصال بمسؤولين في وزارة المالية إضافة إلى مخاطبتهم والهيئة العامة للضرائب والمصارف ولكن بدون الرجوع إلى وزير المالية وتجاوز هذا الموضوع يعني مباشرة تنوية المسؤولين مرحباً بك أستاذ أحمد مرة أخرى ومرحباً بضيفك الكريم وجمهور القناة الحقيقة إذا أردنا أن نتكلم بمقدمة بسيطة لملف الفساد أنا أعتقد أن ملف الفساد قبل أن نخوض في ملف الفساد يجب علينا وضع آلية كيف الوقاية من الفساد يعني الوقاية من الفساد إذا بدأت الحكومة بمبدأ من أين لك هذا عندما يكمل الوزير أو رئيس الوزراء أو المدير العام أو الوكيل يعني يجب أن يقدم ذمته المالية قبل أن يستوزر وقبل أن يكون مدير عام وبعد أن يخرج من الوزارة الحقيقة إذا تمكننا أن نصنع جهاز قوي يمنع وقوع الفساد لا أن يقع الفساد ويهرب الفاسد والسارق والليص وبعد أن يخرج من العراق نبدأ نحن نفتح الملفات ونحيل المحكمة ونحكمه غيابياً هذه الحقيقة هذا أسلوب تسويف وليس أسلوب حقيقي ولا آلية حقيقية في معالجة الفساد أنا الحقيقة لست خبير في مسألة الفساد لكن أنا أقول لا سيد حضرتك على السؤال يعني التعامل الرئيس الحكومة السابق بشكل مباشر مع المسؤولين في الضريبة في وزارة المالية دون التعامل مع الوزير هذا الموضوع ميثير شكوك أفسدت حكومة الكاظمي ما يعادل جميع الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ السقوط الطاغية ولا حد تنحي الكاظمي الكاظمي أنا أعتقد مسألة تسمية سرقة القرن غير صحيحة سرقات القرن يعني كل يوم نكتشف أن سرقة القرن قد تربو على خمسة مليار دولار لكن أنا أعتقد سرقات عديدة تمت في زمن السيد الكاظمي السيد الكاظمي كمسؤول عن الفساد لكن بقي هنا في العراق بعد أن انتهت حكومته وإياما نادينا في الإعلام وقلنا يجب أن يتحفظ على الكاظمي وعلى وزارته بالكامل في العراق إلى أن يتم تدقيق جميع السجلات وجميع الذمم المالية لهم في العراق وبعد ذلك يخرجوا ولكن خرجوا وخرج أنا سمعت اليوم خبر أنه السيد الكاظمي في دبي خرج الرجل إلى هناك والآن يعتبر من أثرياء أحد أثرياء العالم في فترة سنتين فهذه الأمور الحقيقة هذا تسويف في مسألة محاربة الفساد النزاهة اليوم لم تعلن لحد الآن عن كمية الأموال المسروقة ولم تعلن عن خيوط ودعت النزاهة أن هناك شخصيات كبيرة سياسية الحقيقة متهمة في هذا الملف الحقيقة قضية أمور متداخلة كثيرة يعني لحد الآن لم تتوصل لجنة النزاهة إلى تشخيص جميع الفاسدين وحصرهم في قائمة واحدة وإحالتهم إلى القضاء هذا ما ننتظره من لجنة النزاهة ومن رئيس المزراء طيب أستاذ سعيد يعني اللجنة بخلال توصياتها بإضافة إلى الأمور التي شخصتها أوصت بعرض التقرير أمام رئاسة مجلس النواب وعقد جلسة متخصصة وعاجلة بهذا الشأن وأرسلت نسخة أيضاً منه إلى مجلس القضاء لعلى إلى رئيس مجلس الوزراء ديوان الرقابة المالية هيئة النزاهة بالتالي كل هذه الجهات الرقابية هل من المتوقع أن تأخذ بهذه التوصيات التي وصلت إليها لجنة التقصي النيابية وشنو برأيك أنه رح يكون نتيجة لهذه التوصيات طبعاً التوصيات مهما كانت علينا أن نعلم بأن النظام السياسي في العراق نظام برلماني وهي التي تشرع وتقوم بالمراقبة والمسائلة والمحاسبة لأي مسؤول وفق الدستور ووفق النظام الداخلي لمجلس النواة هذا الجانب الجانب الآخر تقاريرها عندما ترسلها إلى بقية السلطات الآن نحن عندنا سلطة تنفيذية والسلطة القضائية والجهات الرقابية هذه الجهات وهم الجهة التشريعية هذه منظومة نظام النزاه الوطني بالإضافة إلى الإعلام ومجتمع مدني قطاع خاص ماجم ولكن إجرائياً هي هذه السلطات الثلاث أعتقد هذا إجراء يعني مستحسن ولكن لم تتسرب ولا نعلم ما هي واجبات مجلس النواب في توفير التشريعات الرادعة والضامنة من خلال اتخاذ تدابير وقائية مثل ما ذكر أخي الكريم هذه التدابير الوقائية تحتاج إلى مجموعة من القوانين بالإضافة إلى حتى السلطة القضائية بحاجة نتيجة المراقبة والرصيد وهي يعني لديها رأي أيضاً من خلال تقديم وتشريع قانون جديد للعقوبات سيد الكريم جنابك رقابي ودكتوراء أعلام وجنابك تعرف بأن المنظومة العقابية غير رادعة ويسمح بالإفلات من العقاب لحقيقة قلة العقوبة المواد العقابية قليلة سبع سنوات وست سنوات وخمس سنوات وما شابه أو غرامات بآلاف الدنانير أو مئات الآلاف من الدنانير هذه المنظومة غير رادعة هذا الجانب جانب آخر حقيقة نحتاج إلى إعادة الرقابة الاستباقية بشكل حقيقة كما كنا ندعو له في الدورات السابقة بأن يتم إصلاح المنظومة وهذا موضوع جدي لأن السلطة التنفيذية ليس لها دراع رقابية لتراقب نفسها وهذا موضوع جداً خطير ومما ولدنا عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين هذه الجرائم جرائم السرقة بالقرن وغيرها هذه نقطة النقطة الأخرى والمهمة جداً لو نحسب يعني إنتاج الرقابة الاستباقية لعرفنا لعرفنا أن مدخلات مجلس النواب كالجنة نزاهة وجهات الرقابية والقضاء هي أساسها مكاتن وفتشين للرقابة الاستباقية مع التحفظ على بعض الأداء وليس العام البرنامج الحكومي أيضاً يعني الشيء بالشيء يذكره ساذ سعيد يعني راح يعيد النظر في قضية المتابعة والرقابة والأجهزة الرقابية برأيك أنه من الممكن أنه راح تضاف أجهزة رقابية أخرى هذا الموضوع ما راح يثقل المنظومة لا أحنا عدنا حقيقة يعني أحنا ضمن ضمن التدابير الوقائية وفق التزامات العراق في اتفاق توم تحت مكافحة الفساد الفصل الثاني المادة خمسة يقول على الدول الموقعة أن تقوم بتأسيس جهة أو جهات نعم أحنا عدنا نظام برلماني أقول إجنة نزاهة في البرلمان إذن هي جهة رقابية حتى على النواب إيش يخنج هذا الجانب يفترض تجريم النفوذ السياسي واستغلال النفوذ السياسي التجار بالنفوذ السياسي وهذا يفترض الآن كراسدين يعني شنو اللي موجود الجانب الآخر السلطة التنفيذية تقدم مشاريع قوانين وعلى السلطة التشريعية توفر هذه القوانين لأجل تحسين أداء الأداء العام في حين هيئة النزاهة تحتاج إلى الكثير من الدعم والتعديل القانون وكذلك أنا استماعت منذ سنة 2019 استماعت إلى تعديل طلبات بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية وهذا أمر مهم لأن المؤسسة عندما تقدم رؤية عن نفسها بمعنى تقوم بتحليل البيئة تقييم الذاتي ومن ثم تشخص مناطق الخلل أحنا عندنا المشكلة في التشريعات في القطاع الخاص علينا توفيرها عندنا تجريم الأفعال ومجلس النواب يجب أن يوفر تجريم الأفعال الغير المجرمة في القانون العراقي إدارة الوظيفة العامة تشريع قانون العقود والتجهيزات الحكومية مشتريات والمشاريع الحكومية شنو آلياته ووفق المعايير الدولية هذه الجانب من الجوانب الإجرائية المهمة من أجل تأسس نعم هذا التأسيس الصحيح أسس لي أحنا عشرين سنة حقيقة أنا من سنة 2006 في هذا المجال وجنابك حضرتك معروف على مستوى العمل المؤسسي والعمل المنظمات أستاذ سعيد بالإضافة إلى العمل في اختصاص النزاهة وهذه هذه الإجراءات خلينا أذهب إلى أستاذ علي الزبيدي أستاذ علي ما يتفضل به أستاذ سعيد ياسين حول تعزيز الإمكانات والإجراءات المتبعة في الحد من هذا الفساد لأنه ليس لهنانا وتوقفت لربما أو أكيدا ستستمر هذه المفاصل في الفساد ما لم يوضع لها الحد والحل المناسب اللجنة أيضا من ضمن توصيات وأوسط بأتمتة النظام الضريبي من حيث الجباية للحد من السرقة مستقبلا وألزمت وزارة المالية باتخاذ هذه الإجراءات طيب إلى أي مدى أو إلى أي حد تأتي أكلها هذه الإجراءات المواطن شنون ذنب لما ينطل هذه الضرائب في سبيل حتى يقول لك هاي تذهب للأعمار وبعدين ذهبت إلى أعمار جيوب الفاسدين نعم نعم استاذ استاذ أحمد هناك مسألة وحقيقة ثغرة وخلل كبير في المنظومة الحكومية والمنظومة الرقابية هي مسألة أنه ما زال النائب أو المدير أو الوزير يتمتع بالحصانة فلا يجرأ أحد على محاسبته وما زال في الحكومة هذه مدة الأربع سنوات لم نرى أحد رفعة عنهم الحصانة وقدم إلى القضاء إلا أن يهرب أو يسافر خارج العراق وبعد ذلك يحكم غيابيا الحقيقة يجب أنه المنظومة الرقابية عندما يثبت الفساد على شخص على مسؤول معين وزير نائب وزير وكيل مدير عام نائب بالبرلمان يجب فعلا أن ترفع عنه الحصانة فورا ويقدم إلى القضاء إذا لم يكن هكذا تشريع فيه أنا ماذي الأستاذ سليم لعله أعلم مني في هذا الأمور باعتباره متخصص إذا لم يوجد هكذا قانون وهكذا ردع نعم ولم تشدد مسائل يعني عقوبات الفساد إلى عقوبات عليا وتعتبر خيان عظمى للبلد الحقيقة سيستمر الفساد ولن ننجو من الفساد نحن كنا نتكلم بالمقدمة أنا والأستاذ قلت لأنه الفساد هو يعتبر سرطان فالسرطان ما زال في عضو صغير يمكن استئصاله لكن إذا تفشى في الجسد الحقيقة يجب تغيير الجسد بأكمله أو بتر الجسد بأكمله وهذا يعني إنشاء قوانين جديدة ومؤسسات جديدة كبيرة أو تقوية هذه المؤسسات الرقابية لكي نقضي على الفساد بأقصر فترة ممكنة نعم أشكرك شكرا جزيلا السيد علي الزبيدي عضو تحالف فتح ثريت الحوار في ملفين وأشكر كثير لحضرتك الأستاذ سعيد ياسين موسى عضو مجلس مكافحة الفساد الأسبق ثريت الحوار في هذا الملف شكري موصول لكم وشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله